كيف هي التجهيزات إذا لفتح المعبر بشكل رسمي اليوم خاصة أن هناك أنباء أن حركات المسافرين والعبور بدأت بالفعل من خلال المعبر نعم سوها لقد بدأت حركة المسافرين بالفعل لكن الحركة خفيفة حتى هذه اللحظة تم افتتاح الحدود في تمام الساعة الثامنة صباحا وستبقى الحدود مفتوحة حتى الساعة الرابعة عصرا وذلك بحسب اتفاق اللجان الفنية التي أعلنت افتتاح الحدود الجاهزية كاملة لاستقبال المواطنين والشاحنات وهناك خمس آلاف شاحنة أردنية جاهزة لنقل البضائع عبر هذا المعبر معبر جابر نصيب الحدودي وسيكون هناك حركة تشتد في الساعات القادمة لأن الشاحنات بانتظار الإجراءات الفنية للمرور حركة المسافرين لا تزال متواضعة لكن هناك العديد من المواطنين الأردنيين يريدون أن يكونوا أول الناس للدخول عبر هذه الحدود بعد الأزمة التي طالت نعم يعني راية يعني الإجراءات الأمنية من الجانب الأردني لو تحدثين عنها وهل هذا العبور للمسافرين وحركة الخفيفة الحركة الخفيفة كما ذكرت هل هي فتح رسمي لهذا المعبر أم هناك ربما نشهد إعلان عن فتحة وإجراءات أخرى لفتح المعبر بصورة رسمية يعتبر هذا الافتتاح افتتاح رسمي سهة وهناك إجراءات أمنية مؤمنة بالكامل وجهزية كاملة من قبل الجانب الأردني لاستقبال الركاب والشاحنات أيضا من المتوقع زيارة وفد تجاري سوري للأردن لاستئناف الحركة التجارية بين البلدين وأيضا هذا الوفد سيصل بعد قليل كما هو متوقع ونرى أيضا أن المواطنين بانتظار الإجراءات أن تتم وأن تكون سهلة أيضا للتجار وحركة المسافرين المسموح بها لكل الأردنيين المقيمين في سوريا أو السوريين المقيمين في الأردن مسموح لهم المرور لكل أيضا من يحمل تأشيرة لبلد آخر ويريد المرور عبر الأردن الحركة من الأردن إلى سوريا أكثر من الحركة من سوريا إلى الأردن لا مسافرين حتى الآن من سوريا إلى الأردن نعم من معبر جابر نصيب مراسلات القدرة يا يعقوب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر